أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج التروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وصيقة سياسة ملكية الدولة بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية وشهد الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ برنامج التروحات والتي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المعلن عنها من قبل وإلى جانب التوفق على بدء إجراءات طرح شركتي وطنية وصافي من خلال مستشار الطرح الأربعاء القادم